هل تمت مجاملة فيوتشر فيما يخص اختيار الأندية المشاركة في الكرة المصرية في أفريقيا بتحددهم بعد نهاية الدور الأول؟ طيب ليه ما قلتش هل تم مجاملة الأهل؟ ده السؤال اللي بعد؟ هل تمت مجاملة الأهل بأن أرسل اسمه في دور الأبطال وهو ثالث؟ ما هي نفس القصة لو فيه فعلا زي ما بيقولك فيه كلام جالي إن فيه لايحة مضت عليها الأندية بالشروط دي ده انت برضو دور عليه وسهل لو فعلا والله أنا دورت كتير أنا كمان وما فيش حاجة واضحة بالشكل اللي هو بتاع واحد زي دوحي سوي اثنين لو فيه لايحة وصلت يبقى الكلام صح لو لا لا منتخب مصر روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي أنت تكلمت عن نقطة مهمة فكنت مستني لحظة نتناقش فيها مع بعض إنه مش فرقة كونه إن هو لم يدرب منتخبات قبل كده عن إن هو بيدرب أندية بس ده بعد سؤال إنه هل شايف فيه صعوبة في مهمتك كمدرب للمنتخب لأول مرة؟ مش فيه فرق يا ميدو؟ ما بين إيه؟ ما بين إنك مدرب أندية ومدرب منتخب لأول مرة؟ طبعاً في فرق؟ فرق في طبعات العمل وإنت نادي بتشتغل كل يوم بأوبريشن شغالة بنظام شغل شغل المنتخبات على مستويات متباعدة إن نظام العمل ما بين المعسكرات ليه أنظام مختلف محتاجها طبعاً شغل لكن أي مدرب منتخب مسك بعد سنين من المشتغل أندية فمش مخاطرة كبيرة إنت أريجوساكي أول مرة يمسك منتخب إيطاليا بعد 23 سنة من العمل في الأندية مظبوط ولبي ولبي بعد 24 سنة منكسب كاس العالم فأنا بشاف أنه لا يوجد ريسك ما هي توقعاتك لمسيرة فيتوريا مع المنتخب؟ مهمته صعبة لماذا؟ صعبتها جاي من إيه؟ اللعيبة الكبارة عندك مش قادرين لعيبة مرهقة أو اللعيبة والكلام ده مش هيتغير تشايف أوليبت الزماني خد أجهز عشر تيام وهيخش يتساحل تاني أنت النهاردة مهمته بس صعبة مهمته بس سهلة بجد كان الله فعونه لأن أنت في حيرة أن أنت تدخل لعيبة كتيرة جداً فتخسر الهوية بتاعتك وبعد كده تلاقي الدنيا صعبة تعمل إيه؟ أنت عندك أنت دلوقتي المنتخب بتاعك يعني مبني على اللعيبة المحليين في أربعة خمسة لعيبة محترفين كويسين لكن أنت مبني السكوب بتاعك مبني على المحليين وأنت اللعيبة المحليين الجامدة اللي عندك كلهم مراقين ودخل على مطشط صعبة ربنا نكون فعونه طيب بالنسبة لمحليين